رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين أهلا بكم في القرار مساء الخير هو ابن مدينة تطوان سياسي شاب وطبيب اختار أن يمارس العمل السياسي من داخل حزب الأصالة والمعاصرة والذي التحق به سنة 2012 هو اليوم يشغل منصب رئيس لجنة الشراكات والعلاقات الدولية بمجلس جهة طانجة تطوان الحسيمة ضيفي في القرار هو عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أيمان الغازي الفاعل السياسي أيمان الغازي ضيف القرار أيمان مرحبا بك رمضان كريم ونهار كبير هك شكرا جزيلا أستاذ ناصر على الصدافة وشكرا جزيلا على هذا البرنامج نتمنى أن نرى الصياق دي الأهدف دياله ونكون صراحة مع المشاهدين أنا فرحة منك أن أستقبل الشباب عندي هنا في البرنامج شكرا جزيلا طيب أيمان مرحبا بذلك الحلقة لدينا واحد تعهد يتقرأ يسمعوك المشاهدين وإذا وفقتي على تفاصيل دياله ولمضامين دياله يتوقعوا على كل دول الحلقة مرحبا تفضل قره دبان أتقرأ أتعهد أنا النشط السياسي أيمان الغازي أن أكون أكثر صراحة وبصداقية وجرأة وقدرة على مواجهة أي سؤال وأي اتهام بكل الشفافية ملتزما بقواعد برنامج القرار وحريس على حق المشاهد في معرفات الحقيقة كاملة أنا الموقع أدنها أيمان علاقتك بالصراحة والجرأة ومزيانة لحد دماء ما جدنا هنا باش نكون صراحة طبعا أتلحد توقع توقع آه نوقع رجعنا لكم مشاهدينا في القرار وضيفنا في هذه الليلة هو الدكتور أيمن الغازي أيمن مرحب بك مرة أخرى مرحب بك سينا سرو شكرا جزيلا على استضافة مرة أخرى أنت طباب من مدينة تيطوان أيمن شوية تخصص ديارك؟ أنا طب لمستعجلات ومن بعد عدلت واحد لفورماتيون في الميتينيستيتيك حقا الدكتورة ديالي أخذتها من جامعة فالنسيا في إسبانيا ومرها عدلت واحد لفورماتيون في كل يسطب ديال الربط في الميتينيستيتيك بحاليا كان أنا مدير طبي ديال المصاحة الدولية في تيطوان طيب أتمرت الله لا يوفق أيمن في المعاني ديالك شكرا جزيلا مستعد أول فقرة؟ مرحبا كيف خلعها؟ آه عادي حشرة ديال أسئلة كرطيهم كل الضيوف لك يجوا عندنا القرار أسئلة سريعة مع أيمن الغازي أيمن أخاف من؟ أخاف من؟ أخاف من معرفتي معرفت نصي منك يخاف أيمن؟ وبعض المرات كتقول شي حاجة بالخصوص من المرض أخاف طبيب أعجيبة ديالي غريبة مش منك تكون طبيب وكتكون في القسم للمستعجلات مثلا كتشوف كتشوف بعض المرات الأقدار ديال عباد الله كيفاش شي واحد مثلا ما شي غير نسوق وكي يصدق مثلا طح وذيك طيحة اللي بالنسبة لإنك تقدر تكون سهلة تقدر تكون بوناها عمليات تقدر تكون بوناها حاجات أخرين عليها فحق المرض اللي كي خلا عني أنا بسا طيب أيمن أحبه في الحياة؟ الحياة الحياة شين نظام الحياة واحد نوع ديال الحياة اللي اللي كان سعى وليلا اللي نقدر نقول لك هي كانت بين الأسباب لأن الواحد خلا واحد الشاب مثلا عنده واحد ديبلوم معين من غير المهنة دياله غيمشي مثلا انتجحتا الموضوع ديال السياسة غايقول بأن الحياة في البلاد نواد خصت تكون واحد نوع ديال الكاليتي واحد نوع ديال الجودة دونك الحياة أكره في الحياة أكره في الحياة في الأغلب كنكره إذا بغينا نقوله كنكره كنكره الخيانة خيانة طيب لقطة القوة ديالك بعلمرات كنقول هي هي الحاجة ذيك القضية اللي كنقولها في كمثل مغربي ألف تخميمة وتخميمة ولا واحد تقطعها بالمقص كنحاول لكن بعض المرات فحق الواحد كنفاعل ولكن أنا كنقول بين ميزة ديالي كنت أنى وبعد المرات كنت أنى كتار من القيص كنت أن أقوله هي نقطة قوة وبعد المرات كنت أن أرى نقطة ضعف وشنوية نقطة ضعف ديالك هي هذه بعد المرات كنت أنى كتار في الاتخاذ ديالك قررت أقرب شخص لأيمد أقرب شخص في حقيقة كنس الوالدة ديالي الله يرحمه دبع حاليا واحد صديق أزيز عليا ومقرب جدا واحد صديق بدي سنويا في حقيقة ديال السياسة في المغرب وحاليا واحد صديق مقرب وزمل معنا في الحيز بكل شي طيب أيمال غزي لا أتنازل عن لا أتنازل عن في السياسة صعيف حقا باش نقول ما تتنازل شي على شي حاجة حتاش اللي تعلمنا في هذه السنوات ديال السياسة سواء في في الميدان التنظيمي ولا الحزبي ولا حتى دبع في السياسي وفي الانتخابي كيخلي لك أنه شحل من حاجة كتقول غزي ما تتنازل شي عليا في الأخير كتتنازل عليا باش كتقدر توصن ديك نيس أبجيكسيف اللي غيكونوا كينين ولكن على الأقل كنقول الحد كنسمينا الحد الأدنى ديال الأخلاق هذا ما كنقدرش نتخلى عليه طيب وشنلوكت كراف سياسة اللي كنكراف سياسة هي سياسة في حقيقة ما كيش حاجة بالضبط اللي كنكراف حيث كنبغيها زيال موضوع بصراح هي واحد طريقة للي لالإنسان كيقدر يتعامل مع الإنسان آخر وهي الطريقة الوحيدة للمجتمعات يقدر تقدم عالم السياسة نضيف طبيعات الحلة مش ينضيف ما كنت حاجة نضيفة في المجتمع اللي كنعيشو فيه المدينة الفاضلة ما كنعيشو شي فيها شو العيب ديال أيمن العيب ديالي معرفت صعيب إيه سنلقى العيب ديالي ويقوله لا 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 بالعكس أنا مجموعة دي الأصدقاء ديالي ولا الأقارب كيعرفوني بعد منه كان خطأ كان أرجع وكاني أخطيت وكان حاول نحاول نصلح الخطأ ديالي ولكن العيب ديالي العيب ديالي نقدر نقول لك ودابا كان تفكر في شي ديال لحظات بعالم مرة سنة مني كانت تعصب كان يكون عود قبيح مزيد ما بيجنش عليك لعبة وكان حاول ولكن الإنسان تكتعرف شحال ما كيحاول أنه يهد راسه هذيك ولكن بعلمانس كيجو شي ضروف كيكونو كتار من الإنسان كانو اللعيب ديالي هي أني كانت تعصبوه وفي حالك يقول ديتشو مجموعة دي الأصدقاء ولا المعارس وما كيقولوه لي هادي كانت تعصب أنا في حالك كانت تعصب أيما الغازي أطمحو إلى؟ أطمحو إلى هادي فكرت سني في حالك في واحد السؤال باقي عاقل كانت قال كانو فأنتينا تريس نساباتيرو أنا ساباتيرو مبين الناس اللي دائما كنتم أجلس بيهم ونقلل لهم زي ما نتمر ما نتكمل رئاسة الحكومة الإسبانية ونقلل لهم ما نأتي حاجة سنيدك ساعان نعود نخرج مع ولداتي ومع مراتي ومشين السوبر مارشي ومشين ريستوران ونخلفتنا على البحار لعشياتي الطبيعية طبيعية طبيعة الحال أيمال الغازي خليك ترتاح نخرج فاصل ونرجعو لتكملة بقية الحلقة فاصل ونعود رجعنا لكم مشاهدينا لتكملة بقية الحلقة من القرار وضيفنا دائما هو الدكتور أيمال الغازي رئيس لجنة العلاقات والتعاون الدولي بمجلس جيات طانجة طون الحسيمة وكذلك عضو المجلس الوطني لحزب الأصالات والمعاصرة قد أصر المعاصرة وعدي مشور الفقرة الموالية سي أيمال الغازي واجد مرحبا مرحبا سيدي نصر أبيض أسود نعم أم لا الجواب بدون لغة الخشف صعب شوية في السياسة احنا تعلمنا بأن ما بين البيض والكحال كي يمزفد القري ولكن نحاوله 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 السيدي نصر طيب سؤال أول حزب الأصالات والمعاصرة بجهة الشمال فقد قوته بالمركز بعد تنحي أو انسحاب عدد من الوجوه القوية حاليا ما كان اعتقدش حيتاش مني كانشبرو كانعدلو أي باش نكونو علميا أنا دبا المصار العلمي دي يخليني دائما كانعدل المقارنات حال مني كانعدلو التحاليل وكانعرفو مثلا شي واحد فيه السكر كانشوفش حال كان وش حال رجع حاليا مني كانعدلو التحاليل وضعي دي الحزب الأصار المعاصرة في جهة طنجة طوال حسيمة أنا كانضوكين وحننعديل تقدم بدليل عدد المنتخبون العدد دي الأجهزة اللي عنا وش القوة دي الحزب جهة الشمال داخل المركز يعني داخل المكتب السياسي مازال قوية مازال مسموعة كان أعتقد بأنه أهم باقي الاسم دي الأجهزة طنجة طوال حسيمة عند القوة دي الأله بدليل مثلا وأنا مثلا كنت عضو لجنة تحضيري دي الحزب بدليل عدد مؤتمرين اللي كنا نحن في الكوكبة الأولى دي الأجهزة من بعد مراكش كنا جهة طنجة طوال حسيمة سؤال الثاني عيمان الغازي حزب الأصارات والمعاصرة بجهة طنجة طوال الحسيمة يحتاج إلى طورة تنظيمية لإعادة هيكلة الحزب على مستوى الأقليم المحلية شوف إياه اللي بعدها كان أعتقد بأنه خص وحد النوع ديال وحد النوع ديالتغييرات خصنا وحد النوع ديالتغييرات بالخصوص مني شوفنا المؤتمر ديالنا كيف داز مني كنشوفو هاد الافيزيون الجديدة اللي كنا على الصعيد الوطني ديال الحزب قيادة تولاتية واحد روح جديدة وحد الأمل آخر في المستقبل منسوشي بأن هذا الحزب هاد جاف واحد الفترة اللي المغربة كانوا فقدوا في اتقاف السياسة احنا مني دخلنا مثلا هذا الحزب هادا وكنا شباب وكل شي حيطاش أمنى بأنه يقدر يكون واحد النوع ديالتغيير انطلاقا بالعمل السياسي وانطلاقا من خراب ديالنا في الحزب وفي التنظيم حقيقة كانوا بجزائف عاودين رجات تعرضي لهذا الحزب هادا خصنا ولا أبدا نقولوها هذا الحزب هادا مقدروا نقولوه يدرجعنا مثلا الوراء هذه عشر سنين وهذه 15 سنة هذا الحزب الوحيد كان مثلا كيتصدار كيتصدار واحد النوع ديال المشورع باشي مخارج البلاد وكل شي باش نجاوبك مور هاد المعطيات لقلتم كابلين خصنا رجعونا نروح التأسيس رح التأسيس شني هي هي لقاءات ديال الناس المؤمنين بالفكرة الأصلة والمعصرة أنا دائما كنتسميها المؤمنين بالفكرة الأصلة والمعصرة أكثر حتى من الناس المنخارطين في حزب الأصلة والمعصرة حيثش المغاربة أنا كنت أعتقد بأن الأغلبية فيهم كي أمنوا بالفكرة ديال الأصلة والمعصرة طيب زيان ولا أذكر الشباب سي إيمال الغزي سؤال حول شبابة الحزب غياب الإرادة لدى قادة القام ساهمة في عدم نجاح تجربة منظمة شباب الأصلة والمعصرة نعم أمنى ما كان أعتقد شيء ما كان شيء كان الإرادة كان أعتقد بأن الظروف ما ساعدت شيء لحد دينما نحن هنا الحزب الواحد اللي مثلا حاليا في المغرب وقعت له هدد أنه هذه الرجات اللي الحزب مثلا كانوا بدوك يقولوا بأن هو يتقسم على جوة الأحزاب جوة الطيارات غير يمشيوا نحن هنا الحزب الواحد اللي مثلا الفكرة الأولى كانت أولا إدماج شباب في جميع الهياكل التنظيمية بلا ما تكون كينا منظمة أخرى تشباب وذلك ساعة من بعد جاء تعود فكرة جديدة ديال أنه علاش الله تكون كينا منظمة موازية تهي يكون عند وصل إيداع دياله تهي يكون كتمشي في قانون الجمعيات تهي يكون عند دعم تهي يكون كتأثر الشباب دياله بوحد طريقة معينة عليك أنا أعتقد مشي مشي الفكرة ديال أنهما ما كانوا شباغين من المركز أنا كان أعتقد بأنهم ظروف لم تساعد ولم تسمح بأن الفكرة ديال الشباب الأصلا المعصرة على قوتهم وعلى تكوينهم بالرغم من هاتشي هذا كامل ما كملتش تلخر هاتشي اللي كان أعتقد نقدر نكون خاطئ ولكن ما كان أعتقد بأنهم كينا شي إرادة باش متكوش الشبيبة ديال الأصلا المعصرة موجودة أيمن انت عضو بمجلس جيهة طانجة تطوان الحسيمة بعد سنتين ونصف من الولاية الانتدابية داخل مجلس جيهة طانجة أيمن الغازي يعتبر أداء المجلس يرقى لطموحات ويستجيب الانتدارات شباب الجيهة هات السؤال هذا خصنا في حال فيه جوج ديال جوج دلمسوايات المساوية الأول هو أنا شني كان أعتقد والسياق الثاني هي الانتدارات ديال شباب ديالجيهة طب احنا بغينا أيمن شنو كيأعتقد شنو كيشوف واش فعلا الأداء ديال المجلس ديال الجيهة كان موفق وجاوب على واحد المجموعة من الاحتياجات الاحتياجات ديال الشباب أم ما زال هناك عمل كينتظر المجلس أنا كان أعتقد بأن كنا موفقين لحد ديال والدليل ديال هذا التوفيق هو أنه مثلا بين أول جهات على الصعيد المملكة المثلا برنامج تنمية الجيهوية تقبل من عند وزارة الداخلية هذه الإرادة التي كانت تعدل أنه تنزل كل إقليم إقليم وتسمع عن كل مواطن ويتم الدمج ديال هذوك الآراء ديال المواطن واللي كانوا بينتهم مجموعة ديال الشباب ومجموعة ديال النساء ومجموعة ديال الفئاس للعمرية ولا الاجتماعية باش تحاول تخرج واحد النوع ديال البرنامج يرقل تصورات ديال وهذا البرنامج هو الذي تنزله انتك جهة وتسم المصادقة عليه وبعد ذلك يتسرد مثلا الولاية والولاية الوزارة الداخلية ولي وزارة الداخلية مثلا قبلت مجموعة ديال البرامج ديال التنمية الجهة ومجموعة الجهة ونحن نظن بأنه هذا مؤشر إيجابي وماذا هذا هذا براكة أو لا كان نعتقد بأنه هذا الجهة لدي بطنصيال كبير وكبير بزاف هالثمنيات الأقاليم كام نبيهم خصوم يكون عندهم لحظ ديال التنمية الشباب ديال الجهة مش غير الفطنجة ولا الفتيطوان اللي هم الندول الكبار لكن هنا في العرايش خص وحن نوع ديال المواكبة ديال الشباب ديال في الفحص أنجرا في المضيق الفنيضاق في وزام في الشاوان في الحسيمة هذو كام من بيهم كين شباب عندهم قدرات كبيرة وكبيرة بزاف وخصنا ولابد يتنزلوا عندهم ونعاونهم فيما يمكن الإعانة ديالهم فيه أيمن أنت رئيس ديال لجنة الشراكات والعلاقة الدولية بمجلس الجهة في إطار هذو اللجنة أيمن وش المبادرات اللي كتقوموا بها كافية لتعزيز وتقوية الدبلوماسية الموازية اللي كيحتاجها المغرب باش يدفع في القضايا دياله يروش فيها المشاريع والبرامج دياله أوكي أولا باش نجاوبك على هذا أنا كان أعتقد كان أعتقد بأنه ممكن يتعدل مكتر ولكن غير باش نوضع السؤال عود في السياق دياله باش تل المشاهدين يفهموا هذة التجربة ديال الجهوية المتقدمة والموسعة اللي كينا في المغرب حقق عطاست مجالس الجهات تقريبا واحد سبعة ديال الاختصاص الداتية من بين اختصاص الاسم التعاون الدولي احنا كاجتهاد في مجلس جهات طانجة طوان الحسيمة هذة اللجنة اللي أنا كانت شرف برئاسة دياله وفي حقق قولي كانت اشتغل دياله مع مجموعة ديال المكونات لم المعارضة ولم الأغلبية فسط اللجنة يأتي ومجموعة ديال الاقتراحات هذة اللجنة كتبقتها مؤطرة بمجموعة ديال القوانين تنظيمية اللي ما نعتقدوش بأن اضخذ ديال ديال اللجنة فقط ممكن هذة القضية ديال مثلا العمل الدبلوماسي حتش كين في المغرب كين وزارة الخارجية والشؤول الافريقية ومغاربة العالم هي اللي في الحقيقة عندها الاختصاص الاصيل ديال الدبلوماسية الموازية نحن يمكننا العدل التعاون الدولي كين المعنى ديال ممكن فتش على باش متلا كتكترح عليهم مثلا شي دوار معين مثلا نسميوها في إقليم العرائش أو في وزان عندهم مشي مشكل فيما يخص تمدروس ديال الفتاة أو عندهم مشي مشكل فيما يخص أن مجموعة ديال تقدم البروجي للشريك الأجنبي وهو ديك ساعة يعاونك تخافير الفون اللي مثلا يكون في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة وهذا هذا كان عدلو حيث بداليا قد نقول لك أنا من يجي مثلا مشروع تقريبا لما بديت ودلو إلى هيا ديال اللي ماجي نحق قب من يجي تجبرت بأن حسيمة كان عنده شراكات مع التعاون للأندلوس جهة للأندلوس ومع باكا شركة فقط حاليا تقريبا وصلين غير في الدورة الأخيرة صوتنا على التعاون مع ألمانيا حاليا تقريبا وصلين لشراكات أدرانجة هاد هاد الشركات دكتور أيمن هش موزعة لكل المناطق الأقليم ديال جهة أو فقط هي مركزة في ملاطق معينة في حال ما مثلا ممكن ندخل في مجموعة ديال الأمثلة ولكن مثلا نحضر على التعاون ديال أندلوس منكش بارك يعطي لك واحد النوع ديال لابوغس أو يعطيك نوع ديال التمويل باش تعدل تكوين للشباب لمثلا يطمحون نوع ديال المشاريع هاد كتسك ولا تفتحن جميع شباب الجهة كيف يكسع القرار للأمثلة لأندلوس لكي يقولون مثلا هل سأعطلها اليوم في المضيق أو الحسيمة أو الطنجة أو الشاو وهذا أربع المدن التي تذكرت لك تعدل فيهم الطنجة لأمثلة تعدلت في الحسيمة و المضيق وتعدلت في الطنجة وتعدلت في الشاو نتمنى أنه يساعدنا أن نوصل إلى جميع الدوار والأقاليم لكي كل واحد يكون نصيب من هذه الخدمة التي نحاول أن نوصل لها طيب الخرج من الجهة الدكتور أيمن اليوم المغرب يعرف عن النقاش كبير وواسع ربما مختلف فعاليات المجتمع المغربية التي تساهم في هذا النقاش وهو نقاش مدونة الأسرة أيمن الغازي مدونة الأسرة بالمغرب تحتاج إلى مراجعة شاملة وكل مضامينها قابلة للنقاش أعتقد جميع مضامين تكون مضامين أي قانون ستطرح النقاش نحن نعدي السياسة ونحضر مع المواطنين ونفتح النقاش العمومي لكي يكون ينقاش هذا النقاش سيتمخض عليه مجموعة الأراء يمكن أن يكونوا واحدين معه وآخرين ضده لكن النقاش يجعلنا نوصل إلى الحل النهائي على هذا أعتقد خص المدونة إعادة النظار في مجموعة المضامين طيب دكتور أيمن أنت طبيب ونكنش ندوز هذا الفقراء لا ننسونك على القطاع الذي تتشغل فيه قطاع الصحة بجهة الشمال ما زال يحتاج لنهضة أقوى لوجستيكيا ومشاريا صحيح 100% أنا أعتقد بأن في هذه عشرين سنة الأخرية جهة طنجة طول حسيمة عدلت وحل قفزة لا تتصور المحللين الاقتصاديين الذي يشبرون يشوفون طنجة في الفين وطنجة في الفين واربعة وعشرين فرق كبير يشوفون حتى تطوان والمدياق وحتى الحسيمة وعريش بكل صراحة الحمد لله في دل في دل هذه عشرين سنة الحكم صاحب جلال محمد السادس رسال الله وإيد بكل صراحة الجهة النعب لسوح القفزة كبيرة وكبيرة بزاف كيبقى الموضوع ديال القطاع الصحي في الحقيقة ما مقدرناش نواكبه التطور الاقتصادي والشماعي والديمغرافي يمشي بنفس المستوى ديال يكونوا العدد ديال الأطر الصحية ولا التجهيزة بنفس المستوى كنظن في هذي باقي خستنا نعدو شوية ديال الخدمة كل شي للسكتور بيبليك ولا السكتور تريفي طيب دكتور أيمن خليك ترتاح شوية خرجوا فاصل نعود رجاء نكمل الحلقة مرحبا فاصل ونعود إليكم مرة أخرى رجعنا لكم مرة أخرى مشاهدينا في القرار وضيف حلقة هذه الليلة دكتور أيمن الغازي دكتور أيمن سألنا الفقرات الأولى ديال البرنامج الآن فقرأ بعنوان لو لو أسئلة افتراضية وماشي تدورها أنها تكون كناة في الواقع أو كتمر سهافة في الواقع مرحبا لو قفية فيها ديال الترفيه مزيد لو اكتشفت لو اكتشفت أن أقرب صديق لك في المهنة يحاول يخلق مشاكل في المكان العمل شنو تمام هل نتعامل مع حالة شمت شو لا يكون رب الفعل ديال شوف في المهنة بالخصوص في المهنة بالخصوص إذا ما كان شي كان واحد نوع ديال فريق متجانس وكان واحد نوع ديال التقى وواحد نوع ديال هذه ما يمكن شي تكون خصوص الخدمة ديال فهمت الخدمة ديال ديال الأطباء في الحقيقة لا بد تنسيق بكل صراحة إذا كان ما كانش الحل من هاد الرافق ديال مهنة وبغي عدل هاد المشاكل فأقصد تال هاد الشراكة ولا هاد ما يمكن شي حيث بكل صراحة تعاطوا مع صح هذا الإنسان شني مثلا شني ممكن عدد قطر أنا مثلا ما نكون شي نعجبون من ناحية قناعة ديال لي ما يعجبوه شي ولا ولكن أنا اللي تعلمت الحقيقة وهذا هاد الدراسة ديال في الكلية ديال الطيب كانت في ال جروب حنا يديلنا ديال 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 بكل تأكيد نقدر نقول لك بأن كل واحد مجي من مشاريع معينة كل واحد فيهم كان قناعات معينة أكثر من ذلك لك يعرف مثلا تاريخ إسباني كان كاين واحد جد قتل الجد ديال واحد داخل وبرغم ذلك في إطار الخدمة كانوا خدامين وخدموا بواحد النوع ديال البروفيسيوناليزم عالي وعالي بزاف نتمنى وإحنا في المغرب نوصلون هاد المستواف حاله ديال دكتور أيمن لو اتيحت لك الفرصة أنك تعمل مقلب صديق ديالك شي برانك شي واحد من الأصدقاء اللي دبا كينين عندنا مجموعة هذه الأصدقاء على حسب غنفكر أنا أشرح لك غنفكر في ديك الساعة شكل من هاد الأصدقاء اللي حقيقة ترفيه عليه في ديك الساعة غتساعده يكون أكتر يعني ماكيش شي واحد بضعه ولا هتنتاقم منه كيفاش واشغترفها علي ولا هتنتاقم منه لا ما رفع علي وبيش وإذا كان مقلب لما غصناش نتعدى علي صحي كل شي يضحك ديك الساعة أيما لو كانت عندك فيزا مفتوحة لكل دول العالم أول دولة تمشي لها أول دولة نمشي لها إذا كانت عندي الجيزة في الحقيقة دائما كانت عندي فعل واحد النوع ديال حش باقي ما مشيت شي وعدلتها ولكن نتمنى كانت نمشي لأمم المتحدة لو ما كنتي ش طبيب وكنت لعب ديكرة القادم ش الفرقة اللي تلعب معها في العالم أو على الصعيد الوطني في العالم الفرقة اللي لعب معها كنت لعب معها كنت لعب معها بارسا بارساوي آه بارساوي مرحبا طيب بهذا السؤال بيكونوا سينا الفرقة ديالله بغلنا نتحكم فيها شبية وانه هذه مرحبا نزول فقرة واحدة آخر المعقول فقرة خيارين بين خيارين دخولي مجال السياسة كان عن اقتناع شخصي أو توصية من أحد المقربين اقتناع شخصي ايمان الغازي ممكن نشوفه في يوم من الأيام نائب برلماني أو السقف دياله أكثر من ذلك اه كان اعتقد السقف ديالي أكثر من نائب برلماني ايمان الغازي السؤال الثالث في بين خيارين البرلماني بابي الاكثر حضور واداء داخل قبة البرلمان محمد العربي المرابط عبد الرحيم بوعزة بجو بيهم اصدقاء ديالي بحقيقة بجو بيهم اصدقاء ديالي اقرب الى المنطق اقرب الى المنطق بوعزة حيتاش عالاش حيتاش عبد الرحيم بوعزة اولا اولا قريب واذا بغينا نعطلو نوع ديال تقييم حتى لعمل برلماني والتشريعي اللي كيحتاج مثلا الترافع لقوانين وتغيير وهذا كنشوف بأن بوعزة فات سياق اكتر بينما مثلا العربي المرابط هذاك واحد سيد الميدان هذاك واحد سيد مثلا من كيكونوا مشاكل عاود فوسط الاقليم ديال من ضيق فنيدق راح كتجبرو هو اللولي انا مثلا بنبين لذا ناكدوت واحد نوبي كان ريح بزاف واحد واحد فارول طاحت في كابو نيجرو بالصدفة نعم اشي بتنوبر والله هلك هتجبرو السيد قال اسم مقتوسي العربي هذا ميشي شودي قال لك لا انا الساكنة طلعتني وخصني ولا بد نكون غالس هنا باش باش نفك لهم هذه المشاكل دياله طيب اختبرو الجرء او الصراحة ديال ايمان الغازي شكون انا اخليكم ممكن تعطيني اسمية ممكن تختار اسمية بجوشي شكون الوزير الاقل اداء داخل الحكومة الاقل الاقل اداء معرف شو حضر طيف وهبي غيتام الزور اه فحق كنت حفظ على تسؤال حتش ما شوف اه الاستداء غيتام الزور في حقيقة تهياء كيوصلون لنا مجموعة ديال ديال اجراء التي تعدل مثلا احنا في الجهة عبد دوز وحن 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 شاركة مع الوزارة دياله استداء عبداللاطف وهبي نهضر بكل صراحة انا شخصيا من الناس اللي حاليا فات السياق ديال الترافع فيما يخص تغيير ديال مدوانة الاسرة زيال ما كنشوف وحن نعدي الشجاعة وشجاعة كبيرة وكنشوف المرافعة اللي كيعدل حتى على الحقوق الانسان فيما يخص المملكة المغربية خارج ارض الوطن وحن تشغول كيعدلو بزاف بزاف دونك اذا اذا خيارتين ما بين الجوجة انا اعتقد بان استد واهبي كيشتغل اكتر اكتر شكرا على الصراحة والجرآ ديالك وخليك ترتاح كذلك وحد شوية سي ايمان الغازي ونخرج وفاصل ونعود ونعود لمواصلة هذه الحلقة مرجعنا لكم مشاهدينا لتكملات بقية فقرات هذه الحلقة من القرار مع دكتور ايمان الغازي دكتور ايمان الغازي فقرة اخرى الاسمية ديالها بالارقام قد نعطيك بعد الاحداث وانت عريد تقييم نجاح ديالها من واحد وعشرة اولا نجاح المؤتمر الوطني الخامس لحزب الاسارة والمعاصر عشرة على عشرة تواجد الحزب خلال الثلاث سنوات الاخيرة بتراب الجيهة اه وش في مجلس الجيهة او في جميع الجماعة الترابية جميع الجماعات الترابية جميع الجماعات الترابية دا نقول واحد تهي 11 على 10 اداء مستشرو ومستشارة القام بمجلس جيهة طاجة طوال حسيمة الغريب في الامر هو ان في اخر دورة واحد الاجتماع مع سيد الرئيس ومع المكتب وكانت بحضور رؤساء الليجان والنواب ديالهم كان واحد الاجتماع في حق موسع واحد الدورة الاخيرة ديال مارس ظهرت بكل صراحة بان الاعضاء ديال حزب الاصار والمعاصرة في الفريق متميزين كيدافعوا على القناعات ديالهم كيحاولوا جاهدين يوصلوا نالمواطنين والوعود اللي كانوا قلتين كيعدلوهم هاتش ماشي سهل ولكن كان اعتقد بانهم كيعدلو قصرى الجهد ديالهم والمستوى مستوى عالي بكل صراحة الرقم الرقم ديال تقييم ديال التقييم ديال تقييم ديال ديال في ثلاث سنين الاخرية ثلاث سنين من زيان شوف ثلاث سنين الاخرية باش نكون عودت موضوعي في السياق هذا كان اعتقد كنا نقدروا نعدلو ما كتر عليها هنا مثلا تقييم ديال الاداء ديال الفريق اللي كنت تاميل ليلو أنا كنت كانت شاطر معاهم فهد الرقم هذا كانت اعتقد كنا نعدلو ما كتر كان ثمانية على عشرة ولكن كان نوصلون عشرة على عشرة في الاخر اذا مشينا بنفس الطريقة ديال الاخر دورة وديال الاشتماعات اللي كانوا مقبل بكل صراحة اخر اسم اداء عمر مرو كرئيس مجلزيات طاجة طوال الحزين متميز كينو واحد النوع ديال ديال لحمة داخل تحالف الكسير مجلس الجيهة ما بين الاصلة والمعاصرة والاستقلال ولا الاحرار في اللي جان عودت هي كينو نوع ديال اشتغال بريودي كذا بغينا نسمي الرئيس بكل صراحة منفتح على مجموعة ديال ديال المبادرات بينتهم مثلا ديال الموضوع ديال ايزو اللي خذيناها كأول جهة كأول جهة على الصعيد الوطني وعود خصنا نفتخره بأن مثلا احنا يا أول جهة تم القبول لدى الأمم المتحدة كحكومة منفتيحة على الصعيد المغربي تقييمك من واحد العشرة تقييم ديالي نسي عمر مورو تسعود الجواب نحن هذه الفقرة دكتور أيمن الغازي ونمر مباشرة إلى الفقرة الموالية والتي هي رسائل ربعا ديالأسماء هنتشوفها في الكرون حالية التلفون ديالي تكتب له ميصاش تكتب له ما شي حاجة الاسم الأول عبدالطيف الغبزوري الأمين العام جيامي لحزب الأصالة والمعصرة بالشمل كيف تكتب له إذا كيف تكتب له ماذا تكتب له تكتب له تكتب له تكتب له وش جاني غالموم جاني غالموم سعبدالطيف بكل صراح المصر السياسي ديالي والحزبي هاتسيد هذا سأكون له شاكرا طول حياتي تعلمت منه الكثير هو قبل كل شيء هذا إنسان من ناحية لا التقافية ولا العلمية ولا المعرفية وبعد المرة أنا كنتصل بي تنسق في مجموعة ديال الأشياء لخارج الحزب وخارج الأراء دياله عنده واحدة شخصية واحدة تكوين حدش ما صار في الحقيقة ديال التجارب اللي خلاته زع ما بيكوني صراحة ولكن هذا شيء هذا كامل ما أثر شيء على عبدالطيف مثلا الإنسان عبدالطيف مثلا اللي عنده مجموعة ديال إحاسيس مجموعة قناعة يحاول دائما يعدل ما في وسعه باش باش الامور تمشي مزيد بالرغم من الصعوبة بزاف ديال الحاجات ولكن كان أعتقد بأنه يعدل أفضل ما يمكن أنه يتعدل أنا قدر نقول قبيلتي قلت على الحزب في الشمال قدر نقول النتائج اللي جوا عننا في هذه الجهة هذه وبالتحاليل تحاليل تفيد يقلنا جوج رجعنا أربعة أو شي نعتقد بسبب ديال الدكاء ديال هو وكاتوم ما كيهضر شي بزاف ولكن كان أعتقد بأنه مفاوض مهر والحزب ديالنا كان عنده للشرف وكان عندنا حتى الحض باش يكون في هذه التجربة خصوصا من بعض ضربات اللي اخذيناها مثلا كحزب في الشامل صورة ثانية أستاذ أولا الرافقة رفيقة بدنا بدنا في عليها جبت لكات الصورة أستاذ دبا حاليا محامية في الهيئة ديال ضل بيضاء رئيسة ديال المجلس الوطني لحزب الأصال والمعاصرة شابة بدت التجربة من الأول شنو كان لكم انتخاب نجو كوكوسكا رئيسة مجلس وطني للحزب وهي ما زال شابة ومريف معه حال تجار نعتقد هذا هذا الفترة الأخرية وبالخصوص هذا القيادة التولاتية ولحت الأخت النجو ورئيسة ديال المجلس الوطني هذا بداية القطف ديال تومور ديال واحد الفكرة اللي بدت من التأسيس روح التأسيس ده بحاليا عاد بدنا كنشوف التمار ديال هذيك الفكرة الأولى ديال أن الشابة بنخرطف لول في تنظيمات تنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية ده بعدنا كنشوف حيث كاخدنا كان اعتقد مع راسي كان كاخد دوتا الحزب ديال بدفل ورد طريقة الكلاسيكية ديال شابة معينة كنا في الأغلب تنجو تكون ده حاليا بقى في الشباب ما تكون وصلت أنها تكون رئيسة مجلس الوطني ديال الحزب شنو قلها أنقدم كل برافو وكان فتخروا بك وكانت مننا للتوفيق في الحياة السياسية والمهنية والأسرية ديالها وإن شاء الله بالصحة ومازين من العطاء وكانت منها كشابة وكمرأة مغربية تزيد تعطين بلادها اللي كتبغيها بزف وزيد تأمن بما تؤمنوا به باش تنزل على أرض الواقع سورة ثالثة الثقافة والشباب والتواصل وكانت صفة أخرى عضو عضو القيادة الجماعية ألو سين مهدي أولا أخ وصديق هو بعد المرس كتعجبوه ديال قضية درافيق بعد المرس ما كتعجبوشي حقا واحد المثال ديال سيكسي ستوري فوسط المغرب الشباب المغربي زمان جانا غالما واحد سيد بده في السياسة مع ديال صورات كبار في السياسة وبقاء كتابار كلا دقات جاب مجموعة ديال لفكتور مجموعة ديال الانتصارات الدبلوماسية المغربية مني كان أصغر أصغر رئيس لجنة ديال الخارجية في البرلمان المغربي بكل صراحة شو تقوله قد نقوله نتمنى له بعد الصحة ومزيد من العطاء ونتمنى له شا نقول دباج يزيد في القناعات دياله يزيد يأمن بدك شي اللي كانك يأمن به أين كيشوف المهدي بن سعيد قدوة له آه طبيعة الحال كنشوفه أنا كان أعتبر بأن المهدي بن سعيد في حقيقة قدوة ديال بزاف ديال شابة مغاربة أكثر من دارين كذا نقول لك الشاب المغربي اللي يدخل شي حزب مغربي حاليا صو يشوف بأن المهدي بن سعيد قدوة له طيب الصورة الرابعة فريق المغربي التطواني شنو تقول لهم الرسالة التي تجعله فريق حاليا في الحقيقة ما كدوش عليك بعد شوية ما بقيت متبع الكورة بزاف ولكن أنا غير أخذكم تعرفوا أحد الحاجة أنا في الحقيقة أنا خلقت في التطوان وكان أنا التربية التي ربيت هنا فطنجة أنا 15 عام ونساكن فطنجة فطنجة والإعداد كامل فطنجة فطنجة ومثلت فطنجة ومثلت ودائما عندما أخذت هذه صورة فرحت كثيرا أن المغربي تطواني ودائما فرحت فطنجة في الصغر وفي البتدائي كنت 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 ومثلت ومثلت هذه هي التي اعتقد بها ومثلت ومثلت تتعطيها وهذه مدون الكبار في الجهة ومثلت بالإضافة إلى الأقاليم من الجهة المجتمع مؤقتة تحاول تحل مشاكل تراكم الديون ومجموعة المشاكل الفرقة المغرب تتواني عندها واحد جماهير واحد العشق أنا كان أعتبره غريب كيف تنقلوا مع الفرقة ومثلت في سطاديا السانية درمل كان أعتقد بأن تتواني جاء الملعب التي تم تحرك المدينة تحتاج الفريق ونعتقد أن تنمية الاقتصادية والجماعية في المدينة شكراً في هذه الصورة أيمن الغازي كان يكونوا نهلا هذه الفقرة لنخرج في آخر فصل ونرجع مع سؤال لحظة الحقيقة فصل ونعود لكم مشاهدين رجعنا رجعنا لكم مشاهدين في آخر فقرة من القرار سايما جاء وقت سؤال لها الحقيقة هذا سأتسك سؤال تقرأه مع رأسك إذا أترد السؤال وأتقول لي أنا أستعد أن نجاوب إذا ما عادي ستجاوب عليه ونحقق تعطيه أي تفصيل حول السؤال عادي ستقول لي هكتر حالية السؤال ما عادي ستجاوب أتقطع السؤال مرحبا ستنصر مرحبا هل أنقطع هاشا هل أنقطعه قطع أنت أخي غير حاجة واحدة قواعد ديل البرنامج سؤال ما غصتش يخرج من البرنامج لم ما يخرج شي صافي مرحبا إذا دكتور أيما خليلك كلمة أخيرة في نهاية هذه الحلقة سنينسورو كان نتمنى لك بعد التوفيق في هذا البرنامج شكرا وفاد الفكرة في حقيقة هي الأفكار فكرة مبتكرة أنا شوفت هذه الأسئلة وتبارك الله عليك هذا الفوق اللي عدلته باش مثلا جمعت هذه الأسئلة كاملة وطرحتيهم وكل شي كنتمنى لك مسيرة موفقة في البرنامج ديالك وكنشد على الأيدي ديالك على هاد الانيسياتيف نتمنى أن نتمنى تزيد تمشي في السياق ديال هاد الإعلام المحترف والمهاني اللي في حقيقة كانحتاجه بزف في المجتمع ديالنا المغربي وكانحتاجه بها أكثر في الجهة ديالترون الحسيم شكرا جزيلا لك شكرا لك مرة أخرى الدكتور أيمان الغازي على قبول دعوة البرنامج البرنامج ديالك مرحبا بكتش مبغيتي وهذا فضاء مفتوح لجميع الطاقات الواعدة بمغربنا الحبيب شكرا لك مرة أخرى شكرا لكم أنتم أيضا متابعين ميدنيوز على مشاهدة هذه الحلقة من القرار منتقي في حلقة أخرى وضيف آخر إلى ذلك الحين هذا نصر العضل يحييكم وكما أقول دائما ماضينا هو مستقبل يحلم به كثر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر